بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الاهلوية وبيت كل الناس حيا قبل ما اتكلم مع حضراتكم عن موسم فيه امور كثيرة جدا جدا بتحدد داخل النادي الاهلي خلال هذه الفترة النهاردة شلنا الكاسات الحمد لله كان معنا كاسين كاس السوبر المحلي يوم الجمعة اللي فاتت في كرة القدم خدناه وكان معنا على الهواء مباشرة خلال التلات بنحتفل به خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا ايضا كان معنا كاس السوبر الافريقي لكرة اليد اليومين ثلاثة اللي فاتوا علشان نحتفل به برضو بعد فوز فريق كرة اليد بهذا السوبر الافريقي على نادي الزمالك النهاردة الحقيقة كنت اتمنى ان الكاسين دون يكونوا معايا كنت اتمنى ان الكاسين دون يكونوا معايا عشان أدي الكابتن وليد عبد الرازق حكم مباراة الزمالك وبروكسي النهاردة أدي له كاس هسميه كاس الاحتواء ليه أنا بقول هذا الكلام؟ لأن كابتن وليد عبد الرازق النهاردة الحقيقة قبل كده اللي يخليني أتكلم هذا الكلام النهاردة أن كابتن وليد تحديدا قبل كده عمل حاجة خلتنا كلنا في الوسط الرياضي كلنا في الوسط الرياضي ما بين الأهلوية وغير الأهلوية أو بعض غير الأهلوية المحترمين واللي بيتكلمه صح كانوا متدايقين من اللي هو عمله مع محمود متولي مثلا لاعب النادي الأهلي لو تفتكروا قبل مباراة أهلي وزمالك كان الكابتن الأهلي والمصري كانت المباراة الأول الأهلي والمصري وبعدها على طول مباراة أهلي وزمالك ومحمود متولي لو تتذكروا في ذلك الوقت كان عنده كارتة أصفر محمود متولي أو لو تفتكروا برضو محمد أبنعم كان مصاب لو فكرين القصة دي وكان حمدي فتحي واقف مع كابتن محمود أو كابتن وليد عبد الرازق حكم المباراة بعد نهاية المباراة وحمدي فتحي كان بيتكلم مع كابتن وليد أنا بشرح لحضراتكم اللي حصل وحمدي فتحي كان بيتكلم مع كابتن وليد ومحمود متولي جاي من بعيد وبيعمله كده أو لمس لمس كابتن وليد عبد الرازق ساعته أهو هو ده لو تفتكروا بس أنا بوري لحضراتكم المشهد ده كان حديث مصر كلها في ذلك الوقت من اللي عمله كابتن وليد عبد الرازق طيب قلنا خلاص كابتن وليد بيستخدم الحمش كابتن وليد حمش وبيستخدم الكارت لما بحد بيلمسه أي حد بيلمسه في أي مباراة ما بيفرقش ما بين الألوان ده الكلام اللي تقلي وتقلي الناس كلها يا جماعة لأ ما ينفعش واحد يروح يلمس الحكم ومهما كان مين وبيلعب في نادي الأهلي أو بيلعب في نادي الزمالك أو بيلعب في نادي كذا أنا هنا النهاردة ما باتكلمش أهو زي ما حضرتك شفت أهو شايفين الانفعالات والشكل والسرعة في إخراج الكارت وكل الحاجات اللي حضرتكوا شايفينها دي أهي ما حدش لمسه إحنا على الهوى أنا بوري حضرتك إيه اللي حصل أنا بوري حضرتك إيه اللي حصل كمل لا معلش هاتها تاني يا سامير وإحنا شغالين كده يكمل يلا فأنا بس بالنسبالي اتقال لي إيه ساعتها يا أسلام لا وما يصحش والحكم ومن بعض في لجنة الحكام وبعض أعضاء التحقرات القائم طيب كابتن وليد عبد الرازق النهاردة فجئنا بص أنا هتكلم مع حضرتكو في موضوع الفار في وقت الفار إنه هو لو الفار كان موجود النهاردة كان تم احتساب ركلا تاي جزاء لبروكسي الناس هتقول لي عشان أنت في قناة الأهلي وبتخبط في الزمالك خالص أنا بتكلم ساعتها هتكلم عن الفار ولكن يا كابتن وليد عبد الرازق هو حضرتك بتدي إنذار لمحمود متولي لكن لما بيبقى من نادي آخر ما بتطلعش الإنذار ليه يا كابتن وليد أهو مين اللي حطت إيديه على سدر كابتن وليد وكابتن وليد بصصله وكابتن وليد بصصله يعني هو حطت إيده كده وكابتن وليد بصصله عمله كده طب مش معنى هنا مدتش إنذار على الرغم من المباراة اللي جاية مش أهلي وزمالك بالمناسبة يعني المباراة اللي جاية يا كابتن وليد مش أهلي وزمالك يا المسترة مش واحدة ليه المسترة مش واحدة ليه أمام حضرتك أهو كابتن وليد عبد الرازق فوق معه محمود متولي قبل مباراة أهلي وزمالك هنا كانت مباراة كأس مصر أهلي ومصري بعدها على طول مباراة أهلي وزمالك ومحمد عبد منعم كان مصاب ومحمود متولي كان عنده انذار وخد الانذار التاني ولم يلعب هذه المباراة ولعبنا بخالد عبد الفتاح اللي أدى أداء رائع وكسبنا المباراة ثلاثة صفر تحت مباراة الأهلي ونادي بروكسي أحد الانذار المجتهدة في الدرجة التانية أو التالتة على ما أتذكر في الدرجة التانية مركز سابع في مجموعة بحري من أبو المطمير وبالمناسبة قدموا صورة حلوة جدا جدا عن كرة القدم في محافظة البحيرة اجتهدوا وعملوا اللي عليهم طوال 120 دقيقة أحراجوا نادي كبير زي نادي الزمالك أحراجوهم بشكل أنا بتكلم فنيا ما ليش دعوة بأي حاجة تانية أنا ما ليش دعوة بأي حاجة تانية عشان ما حدش يدخلني في قصص أنا شايف أنا مش من المتابعين الجيدين لمباراة نادي الزمالك الحقيقة يعني ولكن اتفرقت على شوية النهارة وشايف الناس كتيرة بتتكلم فقعدت اتفرقت الحقيقة لأنه المباراة أو ضربتي الجزاء لصالح نادي بروكسي كانوا واضحين لكن أنا هنا ما بتكلمش لسه أنا بعدين هتكلم على ذاكرتين الجزاء دول ولكن لماذا يا كابتن وليد حضرتك هي مش مصطرة واحدة فوق محمود متولي طلع الإنذاره بسرعة واللي بعده وتحت مع محمد عوال على فكرة محمد عوال شخصية محترمة كمان لكن أنا أنا برضو مش بتكلم على شخص هنا أنا بتكلم عن نفس الفعل فوق لا ده فوق أقل كمان تحت اهو مين اللي حضت إيده هو فيه يا جماعة هو إيه اللي بيحصل يعني ليه دايما بتخلونا نشكك أو نتشكك في اللي بيحصل من الحكام المصريين كلنا عايزين نقف في ظهر الحكام والصور اللي معنا واضحة جدا واضحة محمود متولي فوق اللي بيحصل معاه ومحمد عوال رقم خمسة لعب نادي الزمالك بيها وعلى فكرة هو ليه برضو مداش انظار للعب بروكسي هي ليه المصطرة مش واحدة وزي ما قلتلك يا كابتن وليد المطش الجاي للأهلي مش الزمالك والمطش الجاي برضو للزمالك مش الأهلي ترجمة نانسي قنقر